يوم عشراء أيضا فيه التأييد وفيه النصر طب نعرف الكلام ده منين؟ من مجموعة عظيمة من الأحداث وقعت في يوم عشراء هل لشان ما نختزلش يوم عشراء في جانب بس تونهم الجوانب أخرى؟ لا ده في أحداث ويقرأ كويس يعني من قرأ للمتقدمين سبق المتأخرين يعني ما شايخنا علماء كانوا يعلمون كده فقرأوا جيدا عند المؤرخين وشوفوا لما بيتناول يوم عشراء ذكروا الأحداث فيه إزاي؟ قالوا إن يوم عشراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون هذه واحد من الأحداث اللي وقعت فيه في يوم عشراء لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يصومون يوم عشراء فبيسأل إيه السبب؟ إيه الحكمة؟ يعني ليه بتصوموا اليوم ده؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه مين؟ موسى عليه السلام لو إن الكلام ده مش صحيح كان الوحي على طول نزل يسدد هذا الأمر والوحي على طول ينزل يعني يبين إن كان هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح لكن أن يقره الوحي يبقى بالفعل هذا اليوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون تبتعدوا نستحضر المشهد ده بسرعة كده سيدنا موسى عليه السلام ومعاه الفئة اللي أمانت به من بني إسرائيل وفرعون من ورائهم والبحر أمامه هذا المشهد هو يبقى سيدنا موسى ومعاه أصحابه البحر قدامه ومن وراء مين؟ ومن وفرعون اللي هم أدبعهم يعني بغيا وعدوا كمنصة القرآن وعلى ذلك أصحاب سيدنا موسى تكلموا بمنطق الأسباب الدنيوية فقالوا إن لمدركون خلاص ما فيش أمل يعني إن لمدركون فتكلموا بمنطق الأسباب الدنيوية سيدنا موسى عليه وهم لا يكذبون في هذا يعني محدش يقدر يكذبهم في هذا الكلام لأن البحر قدامهم ومن وراهم فرعون وإيه؟ وجنود سيدنا موسى لم يقل مثل كلامهم ولكن قال كلا إن معي ربي سيهدين سيدنا موسى نظر إلى المسبب الأعلى يبقى الأصحاب سيدنا موسى نظروا الأسباب الدنيوية البحر قدامنا وفرعون من وراء لكن سيدنا موسى نظر إلى المسبب الأعلى اللي هو الله سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين ولا يستطيع أحد أيضا أن يكذبه في هذا الكلام ليه؟ لأن الأسباب تنفعل أو لا تنفعل من اللي بيديها أنها تنفعل أو لا تنفعل؟ الله سبحانه وتعالى كلا إن معي رب سيدين على طول جه الأمر من ربنا اضرب بعصاك البحر سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق وأصبح كل فرق كالطوض العظيم يعني عايزين نستدعي المشأ كده ضرب البحر بعصاه فانفلق كأنه انقسم قسمين هكذا وأصبح كل قسم سابت فتحول من حالة السيولة إلى حالة الصلابة يعني الماء استطراق سائل الجبل دوة صلب الفرق العظيم يعني جبل عظيم فسبحان الله جمع بين النقدين السائل تحول إلى إيه ويمر سيدنا ويمر سيدنا موسى عليه السلام ومعه أصحابه بين الفرقين العظيمين خلي بالحضراتكم كمان إن حتى لو شلنا المية من البحر في حاجة بنسميها باللغة العمية الوحل اللي موجود في البحر يعني حتى ممكن أن تتمشي طينا ربنا يسر الأسباب تماما حتى يكون السير مستقيما يبقى انفلق البحر تحول من السائل إلى الصلابة ومشى سيدنا موسى عليه السلام ومعه أصحابه سيدنا موسى لما عدى كان عايز يعمل حاجة تانية عايز يعمل إيه عايز يضرب البحر مرة أخرى بالعصر عشان يرجعه فربنا قاله لا واترك البحر إيه رهوان ده إحنا عايزين فرعون ينزل كمان وراج بإيه فلما سيدنا موسى عدى ومعه أصحابه وبدأ ينزل فرعون ومعه جنوده هنا بقى ربنا أمر إن البحر يعود كما كان فأغرق مين فرعون وجنود كأن الله نجى وأهلك بالسبب الواحد اللي هو مين اللي هو الماء يبقى في اليوم عشراء حصلت النجاة حصل التأييد حصل النصر لسيدنا مين لسيدنا موسى عليه السلام طيب إيه كمان من الأحداث في يوم عشراء نجى الله نوحا من الطفاة وإحنا عارفين القصة كاملة وإزاي هيأ ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح إن يصنع الفلك ويصنع السفينة والأدوات البسيطة اللي يستخدمها ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا وإزاي كان فيه الوحي المشرف اللي ينزل على سيدنا نوح وإعمل كذا وغير ذلك وصنع السفينة بحاجة اسمها يعني الحبال المجدولة طبعا ده يحتاج إلى كلام كثير لكن في النهاية سيدنا نوح أمره الله أن يحمل معه من كل زوجين سني وأن يأخذ معه كل من آمن بك كانوا 80 واحد تقريبا أو يعني هذا الأمر وتخيلوا حضراتكم الماء ينزي من السماء والأرض على غير العادة يخرج منها الماء ويحصل الطفان العظيم ثم ينجي الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح ومن آمن إيه وآمن ما يا سماو آقير ويا أرض إيه إبلعي ماكي حتى يعني في النهاية الأمر واستوى على الجدي فلما استوى على الجبل الجدي كانت النجال سيدنا نوح عليه السلام بعض الأخبار في كتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي يقول أن سيدنا موسى نفسه كان بيحتفل بيوم عشراء لأن الله نجى نوحا عليه السلام وبعدين يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بيوم عشراء لأن الله نجى سيدنا موسى عليه السلام تشوفنا الرابط المنير والعميق بين الأنبياء وهم من أول العزم إلى غير ذلك من الأمور يبقى قادي التأييد والنصر نجات سيدنا موسى نجات سيدنا إيه سيدنا نوح من الطفان طب يا ترى إيه كمان حصل في يوم عشراء لا عندنا حاجة بقى اسمها كسوة الكعبة نسأل الله أن يرزقنا جميعا زيارة البيت الحرام كسوة الكعبة يعني المؤرخين بيقولوا العرب زمان كان عندهم موروز جميل أوي إيه الموروز ده كان ييجوا في شهر زلقاعدة ويبدأوا يرفعوا يعني إيه سطار الكعبة شوية كده يرفعوا إلى نصف هذه الكعبة في إشارة إلى أن الكعبة يعني قد اتخذت هيئة الإحرام كويس كده وكأنها تجردت كما يتجرد المحرم الذي يذهب للحجة أو العمرة عن كل ثيابه العادية وغير ذلك في أن يأنس بزيارة البيت الحرام وهذه الشعائر بمشاعر لطيفة إلى غير ذلك ففي يوم في كسوة الكعبة كان العرب يأتون في شهر ذلقاعدة ويرفعون هذه الكسوة إلى نصفها تمهيدا حتى يأتي يوم مع شراء عشان يعملوا عملية تبديل وتغيير لكسوة الكعبة يدي من الأحداث التي ذكرها المؤرخون ذكر المؤرخون أيضا أن هذا اليوم هو اليوم الذي تاب الله فيه على سيدنا آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فذكر المؤرخون أن هذا اليوم من الأيام التي تاب الله فيها على سيدنا آدم عليه السلام في أحداث تانية أيوة في حدث بقى هنمرره بسرعة كويس اللي هو استشهاد سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه استشهد في العاشر من شهر المحرم سنة واحد وستين من الهجرة سيدنا الحسين كان ذهب ومعه تقريبا حاجة وسبعين من الأصحاب وآل البيت والمعركة دي اسمها معركة كربولاء بيقاتل فيه أو كانت بين سيدنا الحسين وأصحابه وبين جيش يزيد ابن إيه ابن معويد الدول بقى كانوا بأربعة ألاف مقاتل ومن ورائهم بقى يعني السلاح والعتاد هنا ما فيه السلاح خالص يعني فسيدنا الحسين لما نظر إلى هذا العدد البسيط السبعين واحد اللي عبارة عن نصفين السبعين دون نصفهم ألا بيت ونصفهم أصحاب سيدنا الحسين وأربع ألاف مقاتل يعني عشرات أمام المئات والألاف واضح أن النتيجة يعني فسيدنا الإمام الحسين أخذ فرسه وذهب إلى الجيش الآخر وقال ألا أيها الناس فانظروني من أنا أولست ابن بنت نبيكم أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الطيارة في الجنة عمي أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي أنتما سيد شباب أهل الجنة أما كان هناك حاجز يحجزكم عن قتلي وانتهاك حرمتي فسيدنا الإمام الحسين يعني يا جماعة أنا فلان ابن فلان كذا كذا عشان يريد أن يقضي لا يريد أن تكون هناك حروب أو غير زي لكن بدأت المعركة وفي هذه المعركة كان أول من استشهد سيدنا علي الأكبر ابن سيدنا الإمام الحسين وكان سيدنا علي الأكبر صائم في هذا اليوم وكان يعني ما كانش صائم كان في هذا اليوم كان عشان في هذه يعني يقاتل وهو عشان فيذهب إلى أبي العطش فكان أبو يقول له اصبر بني فإنك لا تمسي حتى يسقيك جدك رسول الله بنفسه فأخذ يقاتل علي الأكبر وكان يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي ولا أزال اليوم أحمي عن أبي تالله ما يحكم فينا بن الدعي كان يقول هذه الكلمات ويقاتل وهو عشان ويعود إلى أبي وأبي يصبره حتى يعني جاءه سهم في عنقه فوقع شهيدة كان أول شهيد في هذه المعركة وكأن سيدنا الإمام حسين صدق أنه لن يمسي حتى يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت المعركة حتى غربت شمس يوم الجمعة العاشر من شهر المحرم سنة واحد وستين من الهجرة ويعني وقع الإمام الحسين شهيدا بعد أن وجدوا في جسده يعني أكثر من ثلاثة وثلاثين طعنة وضربة برمح إلى غير ذلك فمن الأحداث التي وقعت في يوم عشراء أيضا استشهاد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه